السلام عليكم ورحمة الله. ازاك واش اواركم ايه? ياربوا تكونوا في افضل حال. الفيديو ده ان شاء الله هنعلم فيه عن الكورس بتاعنا كورس سيسكو از دي اكسيس ديب ضيف فيرجن 2. في الكورس ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن الديزاين وعن كمان الديبلويمنت والكونفيجريشن وكمان الابريشن. وهنتكلم برضو عن البستيبلاكتس فور ديزاينينج. وهيكون في كمان بعض اليوز كيس كده. بنتكلم فيها. ونعرف كمان ازدق ايه بيحلها ازاي او بنتعامل معها ازاي. الكورس اندكس بازن الله طبعا هديك لينك تحت الفيديو ده. هيدك طبعا هيحولك للكورس اندكس. تقدر تبص عليه براحتك. هيدك طبعا اللينك ده كده. هيحولك على الصفحة دي. بيكون فيها كل محتويات الكورس بتاعنا. هذا الكورس اندكس. بنتكلم فيها عن كل التوبكس دي. طبعا انكلود طبعا اللاب بتاعنا. وفي اخر الكورس ان شاء الله بتلاقي فيه كده حاجة اسمها الفول ديبلويمنت او فول لاب فور اس دي ايه ديبلويمنت. هنتكلم فيها عن الديبلويمنت كامل. انكلود كمان الليسكوبة فورك ازاي تعمل امبليمنتشان كامل لمين ليه الاس دي اي بتاعنا. هتلاقي في اللينك برضو الكورس ماتيريال اللي هتاخدها مع القورس ده. وكمان هتلاقي فيه الكورس كورست برضو فيه جوه اللينك ده. طبعا اللي هيخش الكورس ده المفروض الناس اللي هي شغالة ازا الناس اللي هي شغالة ازا امبليمنتشان برضو. لاننا بنتكلم فيها ازاي بنعمل امبليمنت لفول اس دي اي سولوشن الناتورك ادميز ونتورك اكسبيرت وكمان البريسيز لان هنا بنتكلم برضو عن الدزايينيج وبعض التبس المهمة اللي مفروض البريسيز يتكلم فيها مع الكاستمر او ازاي يقنع الكاستمر بالسولوشن ده او يكون حل المشاكل كتير موجودة عند بعض الكاستمرز. كمان ان شاء الله هتاخد مع الكورس ده الاسا كورس ماتيريز هتاخد كمان الال فيديوز. انكدوا طبعا اللاب فيديو. هتاخد برضو الال بدي اف فايلز. السي اللي هي كونفك كده. وكمان السيسكو جويلز اللي شغالين منها. وهتلاقي كمان فيه هايلايت كده على كل الكلام طبعا المهم اللي مفروض تبص عليه لو انت عايزت يكون ريفرنس ديك. كمان بيبقى فيه كمان السوفتوير فور ادي ناك او الايس. لو انت محتاج طبعا تعمل انستور انجر ادي ناك عندك في اللاب. ممكن طبعا تتصل بي او تكلمني اديك طبعا اللينكات اللي هتنزل من خلالها ادي ناك او الايس. طبعا لما تطلب الكورس مني طبعا هتاخد اكسس على الدرايف بتاعي. هتنزل من كده طبعا الال فيديو بيكون مقسم لكذا فولدر كده. الال فيديو سيسكو جايدز سي في اللايكونفيج اللاب تبوليج وكمان فيه السوفتوير. طبعا هتلاقي في الاول فيديو هنا انا مقسمهم لعشرين سيشن. كل سيشن تفتحها كده بتلاقي جواها الفيديو بتاعها وبالإفات بتاعتها. بالضافة طبعا لبعض الفايلز. لو انت سندي محتاجة فايل زيادة بيكون حط طبعا معها. زي مسلا هنا اكسيل شيت مسلا بيكون موجود طبعا معاك. كمان بتلاقي طبعا تمشي بالكرس بالترتيب كده لحد طبعا الشرقم طواناتاشر ده. بيديت كده الفول لاب. دبوليج منت لـ SDA. طبعا بيتلاقي جوا كده الفول لاب بتاع الـ SDA. كمان بيكون في اسكوب فورك ازاي عمل دبوليج منته اصلا. كمان بتلاقي عندك اللي بعدها طبعا بعدها قلنا في عندي use case كده. اخترنا فيها التبولج بتاعت المطارات على ازاس ان دي مسلا تبولج كبيرة بيكون فيها كل السيستمز اللي موجود زي مسلا البي ام اي اس مثلا السستي فيي الكاميرات. السستي فيي وتاعتك كلها. المكس نتورك. طبعا اخترت النتورك دي على اساس ان هي نتوبولوجي كبيرة جدا. هنشوف بنتكلم فيها طبعا عن بتاع المطارات بتكون عاملة ازاي. وكمان الديبلويمنت ازاي تعمل سيتاب ليه النتورك اللي جوه المطارات دي. وايه الريكواربمنتس اللي موجودة جوه المطارات. ايه زي اوز كيس كده. كمان بيكون في اخر حاجة ده بيكون فولدر كده بيكون في اديشنال توبكس كده. لبعض الفيت شارز الجانبية كده على جانب اذا بركز عليها شان يعرفك برضو ان دي مهمة جدا جوه الاسد اي سولوشن لو انت عايز مسلا تركز معها عند الكاستمر او تشتغل بيها عند الكاستمر. طبعا دي كل المحتويات للخورس هتتطلب القرس ده ازاي طبعا هتكلمي طبعا على الواتساب على الرقم ده او على طبعا الرقم ده او تبعات الميل على الرقم ده او الميل ده او الميل ده. طبعا ان شاء الله اتوصل معاك واقولك ازاي تأكسسي القرس ده او هاتديك اكسس على القرس ده باذن الله. طبعا أنا عندنا برضو عذا أقولك أننا عندنا قناة على اليوتيوب فيها بعض الشروحات وفيها كمان القرس بتاع SDA version 1 بعض الأوفر فيو كده عن التوبولوجي أو عن العصدي عن التكنولوجي كمان هتلاقي برضو على القناة بتاعيتنا بعض الفيديوهات الخاصة بال S-D-1 Solution واللاب بتاع S-D-1 هتلاقي القناة عندنا فيديوهات أحيات خاصة بال S-D-A وكمان فيديوهات خاصة بال S-D-1 Solution وفيه كبان قرس كامل كده عن S-D-1 Lab اذا تعمل فل ستبلي الاسدوان الاب اشوفكم على خير والسلام عليكم